اكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ان الانجاز الذي حققته مملكة البحرين فيما يتعلق بجهودها في مكافحة الاتجار بالاشخاص وحصولها على الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية والخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالبشر كأول دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي اكد ان ذلك الانجاز قد عكس مدى نجاح الجهود الرسمية والاهلية التي تضافرت من اجل صياغة هذا الانجاز الذي نعتز به وقال معاليه ان مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون كما ارادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مبنية علاقية من راسخة من مبادئ الاحترام والمساواة والعدل وهو توجه شاركت فيه مملكة البحرين المجتمع الدولي واكدت حضورها الداعمة في مختلف المحافل الدولية والاقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الانسان واشار معاليه الى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص التي عكست رؤية جلالة الملك المفدى والمسيرة التنموية المباركة التي يقودها جلالته في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الانسان وتدشين افضل الممارسات الرامية الى حماية الاشخاص من الاستغلال والتي استطاعت من خلالها تأكيد دورها وريادتها في تنفيذ برامج متقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ووضح وزير الخارجية ان هذا الانجاز هو اشارة قوية وواضحة لدور البحرين لمحاربة تلك الظاهرة العالمية ويضاف لما تحققه مملكة البحرين على ارض الواقع في تنفيذ البرامج والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الانسان وهو جانب لا يمكن ان يتم لولا هذا الرصيد التراكمي الذي تمتلكه المملكة ومن هذا المنطلق اخذت مملكة البحرين عبر هيئة تنظيم سوق العمل التي اكدت ريادتها في مطرحته من مبادرات واصلاحات مهمة على صعيد هيكلة سوق العمل في البحرين نحو السير قدما في تأكيد حماية الانسان ونشر الوعي بكل ما يتصل بحقوق العمالة الوافدة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلا نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعة اللجنة التنسيقية وهن اما عليه سعادة السيد اسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص على تكريمه في الاحتفال الذي تم للأعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول مكافحة الاتجار بالاشخاص عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول مكافحة الاتجار بالاشخاص ضمن عشر شخصيات عالمية قدموا جهودا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبدلها هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات من أجل تعزيز سمعة المملكة كبيئة آمنة للعمالات الوافدة وتطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص تستمر مسيرة إنجازات المملكة